خلطة سحرية تغزي الوجه وتزيد الكولاجين سوف أخبرك كيف باستخدام البطاطاة الحلوة و البيت لبن بحضوركم يسعد اوقاتكم احبتي اتمانا تكونوا بصحة و خير و سلامة سوف تابعني اول مرة منكم لبن سوف يحصل على درجة دكتوراب الكيمياء التحليليه خبيرة التغزي العلاجي بالوجه الشغوخة و الجمع للسيدة اليوم نستفيد من الخصائص الغذائيه اللي موجودة بالبطاطا مهم لتحفيز الكولاجين المواد الموجودة فيها السحرية دعونا نعرف كيف رح نستخدمها خطوة خطوة رح ناخد حبة بطاطا ناخد جزء صغير بس منها منسلقة بعد السلق منشيل القشرة ومنهرسها ومنضفها أربع ملاعق من اللبن خليك كامل التسعم مشان يتم تغذية الوجه وترطيبه ونخلطه نمنيح ومنمده على الوجه الخلطة آمنة في كتمرسية كل يوم لأنه رائعة رائعة ورح تحبية خطوط الابتسامة والتجاعد حول العين رح تروح أبدا سبب في ذلك أول شي في عنا مواد دهنية كتير كويسة موجودة باللبن رح تغذي بشرتك البكتيريا اللي موجودة فيها رح تعمل لك تنعيم وتوحيد اللون لكن ما منطلع بالشمس أما البطاطا خلونا نعرف شو فيها فيها مواد سحرية مثل ما خبرتكم ببداية الفيديو غنية بالنحاس وانتبهوا أنتوا على كريمات التجميل كتير بيهتموا بالنحاس ونحن منقول لتصنيع الكولاجين إذا كان أكلنا ناقص نحاس ما بيتم تغيير البشرة من الداخل ما تنسوا كمان فيتامين A فيتامين A هو المجدد للخلايا أو A فالموضوع صار كتير سهل بهالوصف الحلوى الموجودة ببيتكم وهلأ موسم البطاطا الحلوى خلي بشرتكم تستفيد ما تنسوا ما تنسوا في عنا اللبن في حمض اللاكتيك حمض اللاكتيك كتير حلو على البشرة لأنه بيزيل الطبقة الميتة بوحية اللون التصبغات الخفيفة نتجة عن الشمس بروحها لكن إذا كان في عنا تصبغات عنيتي سبايا لازم نحن نعالج الكبد من الداخل تنظيفه حتى تنظف الأمعاء أيضا فبينضاف وشنا صحة وشك ما صحة أمعائك والأعضاء الداخلية اللي موجودة بجسمك خلونا نطبق هالوصف الحلوى مع بعض وتخبروني بالتعليقات كومنت حلو و لايك و شير حتى توصل هالوصفات الكتير بسيطة للصبايا وتصير بشرطهم متقلقة بدون حقا بدون عمليات تجميل أنت أجمل مع أنا قد أنسة خبريني من وين عم بتتابعيني و خلونا مع نهاية الفيديو أني قرأ لكم شوي من التعليقات الحلوى اللي عم توصني بعد انتهاء الاستشارة صبية حلوى بعتتلي بعد مرور شهر من تطبيق التمارين وتأهيل البشرة حبيت أشكرك دكتورة جدا 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 ما كنت مصدقة بتمارين الوجه إلا من لما جربتها أنت نعمة نزلتلي من السماء كنت مفكرة بالفلر وأمور كتيرة بس الحمد الله لأنني عرفتك ملامحي تغيرت وشي صار مجدود شبابي أكثر خشمي صار أصغر من قبل والفاكة عندي تغيرت لسمته صار أعرض ألف ألف شكر على نصائحك وعلى المسكات والتغذية اللي نصحتيني فيها حل حل غيرت بشرتي هي كلمات حلوة ونبع من القلب لأنه كتير صبايا لما بقلهم فينا نحنا نغير حجم الأنف بالتمارين ما بيروح إلا بعملية صبية صارت وخبرتكن أنه هي ما عملت عمل جراحي بالتمارين تضغى الخشم عرضنا الفك لأنه كان عندها فك ناعم تغير وصار متل فكي عاطي هيك على تدويرها كتير ناعمة النقطة التانية البشرة المجدودة نتيجة العناية الداخلية والخارجية ببشرتها أيضا كان في عندها تجاعد صغيرة بالجبين وعند العين راحوا فقط بقيان عندها التجاعد الابتسامة بيحتاجوا لوقت أكثر صبايا كل هالمعلومات حبي شاربكم فيها حتى تستفادوا تعرفوا أنه الجمال الطبيعي منقدر نحنا منحققه بأمور كتير بسيطة ومن البيت لكن فقط للسيدات اللي يفوق الأربعين بحتاج لكريمات فائقة العناية فيكم تشوفوها من متجر أنا قط أنسا راح حط لكم روابط المتجر بنهاية الفيديو أيضا إذا كنتوا حابين تحجزوا عندي استشارة فيكم تبعتولي رسالة على الخاص تشرحوا فيها المشكلة اللي عندكم ياها راح يكون في عندكم المجيب بالقالي بيخبركم بطريقة الحجز وأكيد منلتقى بعد تثبيت الحجز بتشكركم ما تنسونا أيضا من كومات حلو أو لايكوشر ترجمة نانسونا أيضا ترجمة نانسونا ترجمة نانسونا